السلام عليكم البنات اشخباركم كنت مننا من الله صحنا تعالى تكونوا بالف خير وانتم ما كنت تشاهدوا هاد الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله في القناة اللي كنت مني يعجبكم وينال استحسانكم الوصفة ديال اليوم البنات غنبارتجي معاكم بسبوسة بشكل جديد وبشكل راقي اللي هي بسبوسة في المول العجيب وكلنا كنعرفوا المول العجيب اللي كان دير ضجة في الاسواق غندير فيه اليوم ان شاء الله البسبوسة بالكريمة ديال البرتقال كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة هي هادي البسبوسة اللي كان ديروا بكريمة البرتقال اللي كانت جي رائعة وكانت جزوينة وهي الشيشة والديدة كنتمنى تجربوها وتعجبكم ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال عجبكم ما تنسى واش تخليوا ليال لايك ديالكم واللي اول مرة كيشوف القناة ما تنساش تدعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جديد اعمالي وشكرا لأي واحد كي دعمني وأي واحد كيشار لفيديو ديالي شكرا للي بزاف وكنتمنى تنتمنى لكم فرجة ممتعة اليوم ان شاء الله في هاد الفيديو اذا نبقوا معايا باش تكتشفوا طريقة التحضير والمقادير اللي هي مضبوطة مئة بالمئة وغنعطيكم بعض النصائح ديال بزاف ديال الحويج اللي غادي نديرهم في هاد البسبوسة هادي فكنتمنى تكونوا في الاستماع ومشاهدة لفيديو حتى النهاية اذا نبقوا معايا وفرجة ممتعة اول مرحلة نبدأ بها البنات هي السيرو بشي برد لنا كيفما نعرفه ضروري يخصنا البسبوسة او الكيكة تكون سخونة والسيرو يكون بارد او للعكس ماهم وضعت فوق نار متوسطة كس ديال العنباء اللي غادي نسموه بطرنش ديال الحامض وتقدروا تنسموه بطرنش ديال برتقال او اللب ساشية ديال فاني نضيف تربعة ديال معالقة ديال السكر سانيدة اللي تقدروا تنقصوه انا عندي الحامض ما بغيتش السيروجيني حامض تقدروا تنقصوه على هاد الكميات ديال الحلاوه يعني السيروت يبقى اختياري يختاروا ذاك المكونات اللي انتم ما باغين تقدروا تكتافي وغيب الماء وسانيدة فقط موامران يطفع لي ما بغيتشي عقادلية انخلي حتي برد مزيان واندوزوا باش نصيبوا البسبوسة كيف مما كتشوفوا المقادير هي هاده بسيطة معاني في المتناول ماشي شي حاجه ليمعقدة والقياسة اللي عندي هنا يكلهم بالكس ديال العنباء كيف مما كتشوفوا نبدأوا على بركتي الله عندنا اه اه كس مع مرش ديال زيت المائدة عندي نصف كأس ديال سكر سانيدة اه اه لابنا عندي عندي العسر ديال ليمون شوية حامض تقدروا تنقصوا هاد الكمية ديال السانيدة لان عدنا وحويش خورة حلوة الى كان العاصر حلو عندنا كس ديال الحليب كس ديال العاصر ديال البرتقال عندي جوج ليمونات اللي عصرتهم هما اللي حكيت القشرة ديالهم هنخليهم على جانب بحثة الاخر عد نوضعهم عندي السميدة الرقيقة ديال الحرشة عندي جوج كسن ديال العنباء اونص بالنسبة للسميدة راه كينال النوعية اللي مزيانة والنوعية اللي ممزيانة جحنا غدي نضروع لها من بعد عندي جوج بيضات اللي يكون متوسطين او لا كبار ماشي مشكل غير ماشي صغار عندي جوج صاشيات ديال الخميرات الحلويات عندي قبصة ملح وكاس ديال الياغورت عندي بنكهات الفانية تقدروا تعوضه بالطبيعي يكون محلوش ويكون طبيعي عندي هنا بنسبة للخمارات والقشرة ديال البرتقال نخليهم حتى الاخر ما نحتاجه مشدابة نبدأ اذا ناخد الخلاط ديال الكهربائي نوضع يعني بسم الله نوضع اول حاجة اللي هي البيض نخلطوهم مزيان في الخلاط هذه المكونات نضيف لهم نصف كأس ديال سكر ساني دا كيفما كتلكم تقدروا تنقسوا الكيمية انا عندي العصير حامض لهذا درت نصف كأس عندي كأس مع مرش ديال زيت المائدة نضيف كأس ديال عصير البرتقال وكأس ديال الحليب نضيف قبصة ملح واخر مرحلة هي الياغورت بنكهة الفاني وكيفما كتلكم تقدروا تعوضوه بالطبيعي سوف نخلطوهم مزيان في الخلاط انا كنأكد نخلطوهم مزيان ونرجع معاكم من بعد ما خلط العناصر ديال يحتكي ولي اللون ديالها ابيض ها كنت نساج مليا مزيان كناخد ايناء تنوضع في هذا الخليط ونضيف عليه دابا سميدا يعني جوج كيسان ونص ديال العنبا ونوضع جوج أكياس ديال الخمارات وقشور ديال برتقال سوف نقوم بتقليل سبعة جرام من الأفضل لانني لم أجربتها بثمانية جرام فأخفت لانا لم أطلع لي مزيانة فعوضتهم بثمانية جرام ونقوم بتقليل سبعة جرام سوف نخلطوهم جيد سميدة ديالنا سوف تشرب لنا في حالة ما شربتش لكم سميدة وكانت ليس سميدة مزيانة سوف نضيفهم علقة كبيرة حتى تلجوج مع علقة كبيرة سوف نقوم بتقليل سميدة سوف نضيفه بالزبدة سوف نقوم بتقليل بسبب الشرام سوف نقوم بتقليل سميدة سوف نقوم بتقليل جرام بالتعريف من ال Micheal الضغط من بالتأكيد تم دراج السميدة و التعديث على ملحانات المقاربة سميدة بيضة و السميدة بيضة ثم سميدة الصفر يكون له الإختلاف النطيف تأتي بطريقة الم yolk والعفلة يكون المهيلة و السميدة سوف ندخلها سخونة حتى نسقيها بالسيرو اللي يكون بارد نأكد على هذه القضية إما السيرو يكون سخونة والبسبوسة تكون باردة أو الكيكة أو العكس سوف تنجح معك العملية و تشرب لك البسبوسة لا تجيش ناشفة سوف ندخلها الطيب و نرجع معكم بالنسبة لكريمة البرتقال سوف نحتاج لها العصر البرتقال سوف نصفه جيدا فوق النار مهيلة سوف ندخل البرتقال سوف ندخل البرتقال سوف ندخل البرتقال لقد انضفت معها هنا 4 سكر السندة على حسب كم حلوة وسوف نستطيع المإضافة على سندة معلقة كرامباتي سيارة إذا أردت معلقة كبيرة معلقة كبيرة عمرة نحرك المقادير جيدا تستطيع عوضها بالنشا معلقة كبيرة ونص إذا أردت معلقة كبيرة نحركه جيدا نحرك المقادير جيدا نضيف معلقة كبيرة نضيف معلقة كبيرة نضيف معلقة كبيرة كبيرة نضيف معلقة كبيرة الشوكولات لنضيف أردت معلقة كبيرة التطبيق من البسبوسة سوف أعطي الصور المهم لا أريد إعاقدة تقدروا تخليوها تعقد كتر من هكدا انا بغيتها غيب حالها كان مني كتبرد يلا كتجيني مزيانة المهم غادي ندوز باش نوريكم البسبوسة ونخوي الكريمة ديالي في البسبوسة مبعد ما سقيتها مزيان وبردات لي شوية المهم البنات انا را كنت كان اعتادر لي انك حسب لي راه يعني الكاميرا كتتتصور ساعة ما كملت شي تصوير تحت بديت كان نخوي في الكريمة ديالي كان اعتادر المهم هادي البسبوسة بعد ما طابت كيف ما كتشوفها هي هادي بعد ما كتتحمر كان نخوي فيها الكريمة ديالي راني دايجا اخويت شوية عاد كتشفت بان تصوير ما كانش تليفون الكاميرا دياله ما كانش كتصور المهم كان نخويها بحال هكا كلها كان نخويها وهي سخونة ما تخليش كتبرد باش كتبرد في البسبوسة كتجي عقدة في البسبوسة سوف ندخلها للتلاجة حتى تبرد لي اه بغيتها تبرد مزيان واخا انا وليدت يراهم مصدعيني سوف ندخلها غير لتحت اه تبرد لي واحد شوية إلا كنتو زرباني نديرها في الموج مميد كتبرد ضغية وإلا بغيتوا الكريمة تجيكم يعني كتيرة تقدروا ضعف المقادير كتجي يعني وقف سوف ندخلها للسطح الأفقي انا بغيتها غير قليلة ما بغيتها تكون كتيرة يعني بينها إلا بغيتوا انتو مجي كتيرة كيفما كنت لكم ضعفوا المقادير وين ندخلها تبرد وغادي نرجع معكم وين ببنات البسبوسة ديالي من بعد ما بردت مزيان زينتها بهذا البيبي دو شوكولات حبيبات الشوكولات بهذا الطرنش ديال البرتوقال راخليتها باقي ما بردتش البنات تصدعوني ولادي هنقطع ليهو واحد المرسو هذا يأكلوه ونرجع يعني غين نسكتهم ونرجع هذي تبردلي مزيان باقي الكريمة ما برداش ومزينتها به طرنش ديال البرتوقال يعني تزينت يبقى اختياري كل سيدة في بيتها مبديعات تعرف تبدعوا تزوق يعني الأطباق ديالها كيفما كتبغي هي ومزينتها باقي الطريقة ديالي البسيطة المتواضعة بارتاجيتها معاكم هنقطع الولدي واحد المرسو يأكلو واخرها باقي ما بردتش الكريمة مزيانة لبنات وغنرجع هذي تبرد نرجع هذي تبرد ليهو مجموعة باش نقدر نقطعها لكم مضغية وشوفوها كيفش كانت جي من الداخل موسيقى مهم البنات من بعد ما بردت ليهو مزيان في القمو جميد كيفما شاهدت وراني قطعت الولدي طريف في مشكله ده بان قطع لكم باش شوفو طريف كيفما كتشوفو هي هذي البسبوسة ديالنا بكريمة ديال البرتوقال كيفما ستشاهدوا معايا كجي خفيفة تجي مفش في شاشة جيزوينة وشيشة تدف الفم بالنسبة للكريمة انا ما خلتاش يعني تعقدي بزف باش ما تجينيش ديك الكريمة اللي عاقدة بزف مهم هي هذي كانت مننا البلا ديال اليوم يعجبكم والوصفة ديال اليوم تعجبكم اه يعني شكل دياله راتي جي راقي في المنظر وتجيحت الديدة في الماضي اقصر احب البرتقال تجير الديدة اه بالنسبة للكريمة كيفما كتشوفو مهم هي هذي كانت مننا الوصفة دياليوم تعجبكم وتنال استحسانكم ولا عجباتكم ما تنسوش تخليوا لي لي لايك ديالكم وسبارتاجي والوصفة مع الاحباب ديالكم وشكرا لكم بزف على المشاهدة وعلى الناس اللي متابعيني شكرا لكم بزف اذا وصلنا لنهاية الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته